سياسيا الرئيس سيسي النهاردة اجتمع مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية في الجيش المصري حياهم طبعا على مجوداتهم دايما لتأمين الحدود والاستعداد الدائم في أي لحظة استعرض الاجتماع المستعداء المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتدعياتها على الأمن القومي المصري إضافة إلى الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف الأوضاع الصعبة عليه بالتنصيق مع المؤسسات الأممية مصر حاليا تقوم بإعداد عدد من معسكرات الإغافة سواء في النواصي بخان يونس أو في رفح إضافة إلى مستشفى ميداني في رفح كأيضا أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية اليوم أن مصر قامت بإسقاط 45 طن من المساعدات الإنسانية في شمال ووسط القطاع بمشاركة الأشقاء في الأردن والإمارات